رغم أن نهرين عظيمين يخترقان أراضيه إلا أن العراق بدأ يواجه أزمة مياه تتصاعد مع الوقت وقد تشكل تحديا خطيرا لا يبدو هذا البلد مستعدا لمواجهته فالعراق يتمزق بين فكي إيران وتركيا وحرب على المياه تستعير على الأبواب إذ بدأت بوادرها بإعلان الرئيس التركي الأسبق تورغوت أوزال أواخر الثمانينيات من القرن الماضي أن تركيا ستساوم العراق على حصته المائية مقترحا أن يقايد برميل الماء ببرميل من النفط وبينما نفى وزير الموارد المائية مهدي الحمداني حديثه لبرنامج من بغداد أن تكون أسباب خفاض مناسيب المياه في الأنهر العراقية سياسية مع دول المصب عازيا إياها إلى مشاكل فنية الأزمة هي ليست أزمة سياسية هي أزمة فنية بحتة حصار بالأمطار عدم تكون غطاء الثلجي خلال موسم الثلوج يؤكد تقرير رسمي عدته وزارة الموارد المائية عام 2018 وقدمته إلى البرلمان أن العراق خسر 30% من كمية المياه التي كان يحصل عليها من نهري دجلة والفرات ووفقا للتقرير فقد يخسر 50% من حصته المائية في السنوات القليلة المقبلة من دون احتساب تأثيرات المناخ وأزمة الاحتباس الحراري العالمية ويوضح التقرير أن العراق كان يحصل على 33 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر الفرات أما اليوم فيحصل على 16 مليار متر مكعب والأمر ذاته بالنسبة إلى نهري دجلة واقترحت الوزارة وفق التقرير البدأ بتنفيذ خطة استراتيجية طويلة المدى تبدأ من عام 2018 حتى 2035 بميزانية تصل إلى 184 مليار دولار وهو الأمر الذي لم يرى النور بسبب غياب الرؤية الاستراتيجية لإدارة المياه سياسة التعطيش التي تمارسها كل من إيران وتركيا وضعف المفاوض العراقي حرمت البلاد من حصتها المائية المقررة بموجب الاتفاقية الدولية إذ عجل اكتمال سدي أليسو من انخفاض منسوب المياه ووضع العراق أمام مشكلة حقيقية خصوصا بعد أن حولت إيران أيضا مجرى الأنهار التي كانت تساهم بتزويد العراقي بالمياه